بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورد هذا العلم إلينا وقت حاجتنا إليه بسم الله نبدأ أهلا وسهلا بكم عباقرة الصف الرابع عباقرة العلوم أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس العلوم إن شاء الله سوف يكون درسنا لهذا اليوم عن الدوائر الكهربائية مع الطنان الكهربائي الأهداف التعليمية يختبر فكرة أو توقعا بناء على المعرفة العلمية يجمع الأدلة من سياقات مختلفة يلاحظ ويعقد مقارنات ذات صلة في سياقات متنوعة يقترح أسئلة يمكن اختبارها ويقوم بعمل توقعات بشأنها ويتحدث بذلك بوضوح مع الآخرين يفسر ما تشير إليه الأدلة وهل يدعم ذلك التوقعات ويتحدث بذلك بوضوح مع الآخرين يربط الأدلة بالمعرفة العلمية وفهمها في بعض السياقات أيضا يعرض النتائج في صورة رسومات والتمثيل البياني بالأعمدة والقداول سوف تستطيعون يا أبناء إن شاء الله من خلال درسنا لهذا اليوم أستطيع أن أستخدم حواسي لملاحظة التغيرات والتفاصيل الصغيرة ملاحظة دقيقة أستطيع أيضا أن أجيب عن أسئلة علمية متنوعة عن طريق الملاحظات الدقيقة أيضا سوف نتطرق إلى بعض من مفردات التعلم لهذا الدرس وهو كلمة طنان كهربائي كما نلاحظ في هذه الصورة طنان كهربائي جهد كبير والفولت تعلمنا سابقا في الدرس السابق تركيب دائرة كهربائية متكاملة كما نلاحظ في هذه الصورة تكونت هذه الدائرة الكهربائية من بطاريتان أيضا تكونت من مفتاح كهربائي مفتاح كهربائي تكونت أيضا من حامل المصابيح حامل المصابيح والمصابيح أيضا تكونت من ماذا من أسلاك كهربائية التي يسري فيها التيار الكهربائي وتحدثنا أيضا وقلنا كلما كان عدد المصابيح أكثر كان ثلاث مصابيح قلت لدينا الإضاءة لأن الإضاءة تعتمد على ماذا؟ على قوة البولت لدى البطارية نحن نشتري بعض البطاريات ونلاحظ تختلف البطاريات باختلاف قوة البولت كما تلاحظون لدي هنا في الصورة ولدي هنا أمامي بعض أنواع البطاريات تختلف البطاريات اختلاف البطاريات ليس بشكلها أو بحجمها فقط تختلف البطاريات باختلاف قوة البولت التي تحتوي عليه هذه البطاريات كما نلاحظ هنا لدينا أنواع من البطاريات دائما عندما أشتري بطارية سوف تتعلمون ذلك اليوم أيضا عندما نشتري بطارية أعرف لماذا أنا أريد أن أستخدم هذه البطارية وكم قوة البولت التي أحتاجها هل أحتاج واحد ونصف فولت أم أحتاج ثلاثة فولت أم أكثر من ذلك سوف نتطرق لذلك من خلال درسنا لهذا اليوم إذن تختلف البطاريات باختلاف قوة البولت لدى صديقنا معتز سؤال يقول لكم صديقكم معتز كم بطارية إذا كان لديه بطارية واحد ونصف فولت يتطلب طنان ثلاثة فولت أو مصباح قوته ستة فولت إذن نريد صديقنا معتز أن يشغل طنان كهربائي بقوة ثلاثة فولت كم بطارية سوف يحتاج؟ أحسنتم إذا كنا نحتاج إذا كنا نريد أن نشغل طنان بقوة ثلاثة فولت فأنا سوف أحتاج إلى عدد من البطاريات وهي إثنان بطاريتان بقوة واحد ونصف فولت وإذا أراد أن يشغل مصباح قوة ستة فولت كم بطارية سوف يحتاج؟ إذا كان البطاريات التي لديه قوة واحد ونصف فولت ها يا أبطال أحسنتم نحتاج إلى أربع بطاريات نحتاج إلى كم؟ إلى أربع بطاريات كما قلت لكم هنا سابقا واحد ونصف واحد ونصف تعطينا ثلاثة فولت نحتاج إلى ستة فولت أيضا إذا أحتاج إلى بطاريتان أيضا إذن بطاريتان واحد ونصف فولت واحد ونصف فولت أيضا تساوي ثلاثة فولت إذن إذا كان لدينا بطارية واحد ونصف فولت أحتاج للطنان عدد من البطاريات اثنان وأحتاج إلى مصباح بقوة ستة فولت أحتاج إلى كم بطارية؟ إلى أربع بطاريات إلى كم؟ أربع بطاريات بارك الله فيكم هنا تأكيد إلى مفردات الدرس نلاحظ الجهد الكهربائي لهذه البطاريات يبلغ واحد ونصف فولت للبطارية الواحدة هذه البطاريات صغيرة الحجم فيها واحد ونصف فولت واحد ونصف فولت وهو الجهد لهذه البطاريات أيضا نلاحظ هنا يوجد لدينا طنان كهربائي لتشغيل الطنان الكهربائي يحتاج إلى جهد كهربائي يبلغ ثلاثة فولت إذن بنحتاج كم بطارية كما قلت قبل قليل؟ إلى عدد من البطاريات اثنان بقوة واحد ونصف فولت أيضا يحتاج هذا المصباح ليضيء إلى جهد كبير يبلغ واحد ونصف فولت ترى هذه المصابيح يعتمد إلى المصباح مثلا هذا المصباح يحتاج ماذا؟ واحد ونصف فولت المصباح القبل قليل عند صديقنا معتز يحتاج ستة فولت فنحن نقدر عدد البطاريات التي نستخدمها حسب قوة المصباح أو قوة الطنان التي نريد تشغيلها ما هو الطنان الكهربائي؟ الطنان الكهربائي هذا هو الطنان الكهربائي ما هو الطنان الكهربائي؟ هو مكون إضافي في الدائرة الكهربائية يحتاج الطنان الكهربائي إلى كهرباء أقوى يحتاج إلى ماذا؟ إلى كهرباء أقوى من الكهرباء التي يحتاجها المصباح إن قوة دفع الكهرباء تقاس بوحدة تسمى الفولت نتحدث عن الفولت وقلنا أن البطاريات بها قوة جهد تسمى الفولت فما هو الفولت؟ هو قوة دفع الكهرباء إذا ما هو الفولت؟ هو قوة دفع الكهرباء إن قوة دفع الكهرباء المخصصة لتشغيل كل مكون كهربائي تسمى جهدا كهربائيا قوة الدفع التي تعطيها البطارية لتشغيل مصباح كهربائي أو تشغيل طنان تسمى جهدا كهربائيا إذا ما هو الجهد الكهربائي؟ هو قوة الدفع الكهربائي المخصصة لتشغيل كل مكون كهربائي كل مكون كهربائي إن شاء الله سوف نقوم الآن بتطبيق نشاط خمسة خمسة وهو أن نقوم بتركيب دائرة كهربائية مع طنان كهربائي قمنا سابقاً في الدروس السابقة بتركيب دائرة كهربائية مع مصباح واحد الحصة السابقة قمنا بتركيب دائرة كهربائية وقمنا بتقربة دائرة كهربائية مثل ثلاثة مصابيح وأيضا قمنا بتركيب دائرة كهربائية مع مصباحان في درسنا لهذا اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتركيب دائرة كهربائية مع طنان كهربائي نقرأ هذه الملاحظة إذا وضعت الطنان ذات ثلاثة فولت في الدائرة الكهربائية فكم نحتاج إلى بطارية؟ أحسنتم فستحتاج إلى بطارية ذات ثلاثة فولت يعني نركز عندما نقوم بتركيب الدائرة الكهربائية وركز إذا كان الطنان يحتاج إلى ثلاثة فولت يجب أن تكون عندي البطاريات بقوة ثلاثة فولت لتشغيل الطنان يمكنك الحصول على قوة دفع كهربائي ثلاثة فولت وذلك بوصل بطاريتان كل واحدة منها ذات واحد ونص فولت أحسنتم الآن سوف نذكر الأدوات التي نحتاجها لهذه التجربة نحتاج إلى سلك نحتاج إلى ثلاث بطاريات أو بطاريتان حسب قوة البطارية التي معكم نحتاج إلى طنان كهربائي نحتاج أيضا إلى مفتاح كهربائي نحتاج إلى مقص وعود وشريط لاصق ونحتاج إلى رباط مطاطي وسكين نحتاج إلى مقص وعود وسكين وشريط لاصق ورباط مطاطي إذا أردت أن أوصل بطاريتان ببعضهما كما لاحظنا في الصورة هكذا ولكن أنا الآن يوجد لديه وأيضا عندما سوف تطبقون في المدرسة يوجد لدينا حامل بطاريات يوجد لدينا حامل بطاريات هكذا هذه هي التوصيلة نحتاج شريط اللاصق والمقص لتوصيل بطاريتان وأعواد هذه الأعواد وهذا شريط لاصق لتوصيل بطاريتان لأن هذا الطنان بقوة ثلاثة فولت وبطاريتان كل بطارية واحد ونصف واحد ونصف إذن هي سوف تقوم بتشغيل الطنان الكهربائي الآن سوف أقوم أنا بتركيب دائرة كهربائية سأقوم بتركيب دائرة كهربائية تستخدم هذه الأدوات إذن كما قلت لكم ما الذي سوف أحتاجه أحتاج إلى مفتاح كهربائي أحتاج أيضا إلى طنان كهربائي بقوة ثلاثة فولت أحتاج أيضا إلى حامل بطارية بما أن الطنان الكهربائي بقوة ثلاثة فولت استخدمت عدد من البطاريات اثنان كل بطارية بجهد واحد ونصف فولت واحد ونصف فولت إذن ثلاثة فولت أيضا نحتاج في هذه الدائرة الكهربائية نحتاج ماذا إلى أسلاك وكما قلت لكم سابقا أن الأسلاك تحتوي على مادة النحاس والنحاس موصل قوي للكهرباء أيضا عند توصيل الدائرة الكهربائية نركز على تركيب الأسلاك إذا كان لا يوجد لديكم هذه الدائرة الكهربائية نركز على تركيب الأسلاك حسب الألوان تعاكس الألوان أيضا إذا كان لا يوجد لديكم حامل بطارية الآن أنا يوجد لدي حامل بطارية حامل بطارية يوضح لدي أين أضع القهة الموجب وقهة السالب نركز في ذلك أيضا عند وضع البطاريات أتأكد في وضعها بالمكان الصحيح وإذا كان لا يوجد لديكم حامل البطاريات نلاحظ هنا موجب وهنا سالب حسب التعليمات الموجودة على حامل البطارية وإذا كان لا يوجد لدي حامل البطاريات وأردت أن أوصل بطاريتان معا أتأكد أن أوصل الجهات لا أوصل موجب مع موجب بهذه الطريقة موجب مع موجب يجب أن نصل الموجب مع السالب ثم نقوم بوضع أعوات ثم لفها بشريط لاسق الآن قمت أنا بتركيب هذه الدائرة الكهربائية بالطريقة الصحيحة الآن سوف أقوم بتشغيلها عن طريق المفتاح الكهربائي وسنلاحظ هل سوف يشتغل هذا الطنان وهل سيصدر صوتا من خلال قوة الفولت التي استخدمتها بهذه الطريقة إذن اشتغل كما لاحظنا الطنان بقوة ثلاثة فولت وبطارية بقوة ثلاثة فولت إذن اشتغل لدينا الطنان بطريقة صحيحة كما سمعنا ولاحظنا من خلال هذه التقربة إذن نتأكد من التركيب الدائرة الكهربائية بطريقة صحيحة نتأكد من أقطاب البطاريات الموجب والسالب نتأكد من توصيل الأسلاك الكهربائية بطريقة صحيحة نتأكد من استخدام قوة الجهد بما تتناسب مع الطنان فإذا كان الطنان مثلا هنا يوجد لدي ثلاثة فولت من البطاريات واحد ونصف واحد ونفس إذا كان مثلا لدي الطنان مثلا بقوة ستة فولت هل سوف يعمل هذا الطنان؟ أحسنتم لن يعمل لماذا لأن قوة الفولت ضعيفة نحتاج إلى عدد بطاريات أكبر بإمكاني أن أصل عن طريق إضافة حامل بطاريات آخر مثلا إذا كنت أيضا أريد أن أركب مصباح مثل ما قام صديقنا معتز عندما سألنا السؤال إذا كنت أريد أن أشغل مفتاح كهربائي بقوة ستة فولت كم بطارية أحتاج؟ أحتاج إلى أربع بطاريات أقوم بإضافة حامل مصباح آخر إلى هذا حامل المصباح ويكون لدي أربع بطاريات أستطيع أن أشعل المصباح الآن من خلال هذه التقربة سوف نجيب عن أسئلة كتاب التلميذ كيف اشتغل الطنان عندما أضفت بطاريات في الدائرة الكهربائية؟ هنا يكتب لدينا كيف أضفت ثلاث بطاريات في الدائرة الكهربائية أنا من خلال تقربتي كل حسب تقربته قمت بوضع ثلاثة فولت مع بطاريات بقوة ثلاثة فولت كيف اشتغل الطنان؟ كيف كان عمل الطنان؟ أحسنتم رائع رن بقوة وسمعنا ذلك بأنفسنا من خلال التقربة إذن استخدامت بطارية بقوة ثلاثة فولت تتناسب مع قوة الطنان ثلاثة فولت كيف كان عمل الطنان؟ رن بقوة كيف اشتغل الطنان عندما وضعت بطارية واحدة في الدائرة الكهربائية؟ الآن سوف أقوم بتقربة إذا وضعنا عندما تصلون مثلا أنتم هذه الطريقة عندما تصلون بطاريتان مع بعض إذا أزلت أنا بطارية واحدة هل سيعمل الطنان بطريقة صحيحة؟ ها يا أبطال؟ أحسنتم بارك الله فيكم يكون رنين الطنان ببطء وضعيف لماذا؟ لأن قوة الفولت لديه ضعيفة واحد ونصف فولت في البطارية والطنان يحتاج إلى ثلاثة فولت لكي يرن بقوة لماذا تحتاج إلى ثلاثة فولت على الأقل لتشغيل الطنان في دائرتك الكهربائية؟ لماذا؟ ها يا أبطال لماذا قلنا نحتاج ثلاثة فولت من البطاريات لتشغيل هذا الطنان الكهربائي؟ أحسنتم رائع مبدعون طلاب الصف الرابع لأن الطنان يستخدم ثلاثة فولت من الكهرباء لذلك طنان يستخدم ثلاثة فولت فإذا نحتاج بطاريات بقوة ثلاثة فولت أحسنتم بارك الله فيكم مبدعون أنت تحتاج إلى تشغيل لعبة كهربائية ذات قهد كهربائية بلص 6 فولت قلت لكم في بداية الحصة إن شاء الله من خلال درسنا لهذا اليوم سوف تركزون كيف يمكننا أن نذهب ونشتري نوع البطارية الذي نحتاجه هل أحتاج إلى بطارية كبيرة؟ هل أحتاج إلى بطارية بقوة فولت عالية؟ أم أحتاج إلى بطارية صغيرة؟ هكذا الآن لديك لعبة بقوة 6 فولت مثلا وتوفر في المحل بطاريات بهذا الحجم كم بطارية سوف تحتاج؟ ها يا أبطال أحسنتم رائعون إذن إذا كان بطاريات بقوة 1.5 فولت فنحتاج إلى أربع بطاريات كما قمنا مع صديقنا معتز الذي أراد أن يشعل مصباح بقوة 6 فولت إذن تحتاج إلى أربع بطاريات ذات 1.5 فولت لكي تحصل على 6 فولت لتشغيل هذه اللعبة الآن لدينا تمرين في هذا التمرين سوف تطبق ما تعرفه عن الدائرة الدوائر الكهربائية والقهد الكهربائي لمكوناتها إذن من خلال درسنا لهذا اليوم تعرفنا على قوة الفولت تعرفنا على القهد الكهربائي كم أحتاج لقهد كهربائي حسب قوة المادة مثلاً التي أريد أن أشغلها مثلاً إذا كنت أريد أن أفتح فولت أو مصباح كهربائي أو أي لعبة لدينا في المنزل إذن ماذا فعل صديقنا محمد؟ ركب محمد وعبد الله دائرة كهربائية مع طنان كهربائي دي ثلاثة فولت إذن دائرة كهربائية طنان كهربائي دي ثلاثة فولت دي ثلاثة فولت ركزوا أن الطنان الذي ركبه عبد محمد وعبد الله بقوة ثلاثة فولت كان عليهما تغيير دائريتيهما الكهربائية عدة مرات قبل أن يعمل الطنان الكهربائي كلنا نلاحظ هنا لدينا دائرة كهربائية ألف ولدينا دائرة كهربائية باء ولدينا دائرة كهربائية جيم نلاحظ ما قام به عبد الله ومحمد هل كانت الدوائر الكهربائية صحيحة؟ أم يوجد خطأ؟ أم ماذا هناك؟ لنرى بعض الأسئلة على ذلك فسر لماذا لم يعمل الطنان الكهربائي بالشكل المناسب في الدائرة الكهربائية ألف أين الدائرة الكهربائية ألف؟ هذه الدائرة الكهربائية ألف ما هي المشكلة الموجودة في الدائرة الكهربائية ألف؟ يوجد لدي طنان ثلاثة فولت ويوجد لدي بطاريتان أيضا ثلاثة فولت واحد ونصف واحد ونصف ويوجد لدي أسلاك كهربائية ويوجد لدي مفتاح كهربائي إذن ما المشكلة؟ هيا أبطال هل يوجد مشكلة في هذه الدائرة الكهربائية؟ هيا نفكر ونلاحظ بدقة أحسنتم بارك الله فيكم إذن أين الخطأ؟ أحسنتم الخطأ هنا في المفتاح الكهربائي نلاحظ أن المفتاح الكهربائي لم يتم إغلاق المفتاح الكهربائي حتى تعمل هذه الدائرة الكهربائية أحسنتم إذن هنا الخطأ في المفتاح الكهربائي ننتقل للدائرة الكهربائية باء فالسر لماذا لم يعمل الطنان الكهربائي بالشكل المناسب في الدائرة الكهربائية باء ها يا أبطال أيضا دائرة كهربائية مكتملة وهنا الفولت مع بطاريتان أسلاك كهربائية مفتاح كهربائي هنا انتبه محمد وعبد الله للمفتاح الكهربائي لم يكن نفس الخطأ الدائرة الكهربائية ألف ولكن أين الخطأ يا ترى ها يا أبطال هيا نفكر أين الخطأ لماذا لم تعمل هذه الدائرة الكهربائية لماذا لم يشتغل الطنان هنا يوجد لدينا طنان ثلاثة فولت وتوفر لنا بطارية بقوة ثلاثة فولت إذن أين الخطأ المفتاح الكهربائي يعمل بشكل جيد الأسلاك موصلة بشكل جيد أين الخطأ؟ هل تعرفون الخطأ؟ أحسنتم رائعون أبطال الخطأ في توصيل البطاريات كما قلت لكم عند توصيل البطاريات نركز على ماذا؟ على الأقطاب لا يكون القطب السالب مع السالب والموجب مع الموجب نركز على اختلاف الأقطاب الآن نلاحظ في الصورة سالب مع سالب وهنا خطأ فهذه الدائرة الكهربائية لن تعمل لأنه وجد خطأ في تركيب البطاريات أحسنتم الآن نفسر لماذا لم يعمل الطنان الكهربائي بالشكل المناسب في الدائرة الكهربائية جيم ها فكروا معي أعتقد أن جيم ملاحظة سريعة فيها وهي ها أحسنتم رائعون نلاحظ أن الدائرة الكهربائية في جيم يوجد لدينا بطارية واحدة بقوة واحد ونصف فولت والطنان قلنا يحتاج إلى كم؟ إلى ثلاثة فولت لذلك سوف يكون عمل الطنان هنا بشكل ضعيف جدا لن يكون صوته مسموع كما قمنا هنا هكذا بهذه الطريقة هنا قوة الفولت تتناسب مع قوة الطنان لذلك يعمل الطنان بطريقة صحيحة وبصوت مسموع كما لاحظنا هنا لأن تناسب قوة الفولت مع قوة الطنان ولكن كما لاحظنا هنا في هذه الصورة قيم بالتيار الكهربائي لديه بطارية واحدة لذلك لن يعمل الطنان بطريقة صحيحة أو سيكون عمله ضعيف جدا تمام يا أبطال؟ إذن تعلمنا من خلال درسنا لهذا اليوم المكونات مثل المصباح والطنان تحتاج إلى قوة معينة من الكهرباء لتعمل تعلمنا إذن ماذا؟ أن المصابيح والطنان تحتاج إلى قوة معينة من الكهرباء لتعمل أحدد حسب قوة المصباح والطنان ثم أختار البطاريات التي تقوم بتشغيل هذا المصباح والطنان تعلمنا أيضا أن الجهد الكهربائي هو ماذا؟ قوة الدفع الجهد الكهربائي هي قوة الدفع في دفع الكهرباء لما تكون عند قوة الجهد الكهربائي الفولت في البطارية تتناسب مع قوة الطنان تكون قوة الدفع كبيرة ومتناسبة ويعمل الطنان بطريقة صحيحة يجب أن تحتوي البطارية على قوة كافية من الجهد لمكونات الدائرة الكهربائية كي تعمل دائرة الكهربائية لاحظوا معكم في أي لعبة دائما يكون خاصة الآن الألعاب يكون فيها حامل بطارية نلاحظ أن الألعاب يكون فيها سواء السيارات الصغيرة أو الدم المتحركة يكون فيها حامل بطاريات فهنا لا نحتاج إلى تفكير عالي حتى حامل البطاريات سوف تلاحظونهم يعني بعض الحامل البطاريات نلاحظ أن سعة مثلا بطارية صغيرة مثل هذه البطارية وبعض حامل البطاريات يحتاج إلى بطارية كبيرة وبعض حامل البطاريات بتلاحظوا أن فيه يحتاج بطارية بهذا الشكل يعني أصبحت لدينا العملية حديثة ومتقددة لا نحتاج أن نفكر بشكل كبير من خلال حامل البطارية أستطيع أن أحدد كم أحتاج من البطارية وما حجم البطارية التي سوف أشتريها في نهاية درسي لهذا اليوم سوف أطرح لكم هذا السؤال أي الأشياء التي تستخدمها وتحتاج إلى أكثر من بطارية واحدة تذهبون من خلال الأدوات التي يوجد لديكم في المنزل مثلا ألعاب، سيارات، أدوات كهربائية، مصباح كهربائي يدوي نكتب هذه الأشياء في قائمة ونلاحظ كم قوة الفولت كيف نعرف قوة الفولت؟ قلت لكم ستجدون بداخلها حامل البطاريات إذا أخذت بطاريتان هذه البطاريات الصغيرة معناته واحد ونصف واحد ونصف يعني هذه اللعبة تحتاج إلى ثلاثة فولت تكتب اسم اللعبة وكم فولت تحتاج مثلا فتحت سيارة بعض السيارات يكون حجمها صغير تحتاج بطاريات صغيرة بعض السيارات يكون حجمها كبير وسريعة تحتاج بطاريات أكبر أو في بطاريات أقل من هذه البطاريات تقريبا متوسطة فنحسب كم بطارية تحتاج وكل بطارية كم فولت فيها أيضا أعدكم أدوات كهربائية نبحث في المنزل ثم نري المعلمة بعمل قائمة ثم نري المعلمة ونري أصدقائنا وإن شاء الله من خلال ما تعلمنا في درسنا لهذا اليوم سيكون لديكم معلومات كبيرة ويكون لديكم أيضا فكرة كيف تستطيعون أن تحددوا قوة البولت مع قوة الجهاز الذي تريدونه أن يعمل شكرا لكم يا أبنائي لحسن الاستماع أتمنى أن أراكم في حصة قادمة إن شاء الله أتمنى أن استفدتم بقدر المستطاع من درسنا لهذا اليوم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر